النهاردة في حلقتنا الخير كتير لأسباب نعد جزء منها بالتأكيد هو افتتاح مشروعات تنموا في جنوب الوادي طبعا الرئيس كان يعني النهاردة موجود في المنارة هذه الأمور كان بتفتتح عن طريق الفيديو كونفرنس والرئيس ليه كلام كتير بهذا الصدد لكن أنا عايز أبدأ الأول من الخارج عايز أتكلم على ملف أعتقد إحنا كلنا كمصريين وفي أولنا وفي مقدمتنا فخمة رئيس الجمهورية لا نعتبر ملفا خارجيا أو متعلقا بالسياسات الخارجية إحنا بنعتبر إنه ملف أمن قومي مصري والرئيس طالما وصفه بالوصف اللي بيحبه الناس اللي زي حالاتي وغيرنا اللي بنعتبر بيه إنه قضية الصراع العربي الصهيوني هي قضية مركزية لمصر لا حيدة عنها ولا نمتلك حتى في قلب قلب ضمائرنا القدرة إن إحنا نسكت أو نفوت أو ما نقفش يعني نسكت ونفوت دي مش موجود لكن ما نقفش بمنتهى الصلابة لأجل هذه القضية لا نستطيع يعني لا عقلنا ولا منطقنا ولا تاريخنا ولا عقيدتنا كبلد عقيدتنا السياسية وعقيدتنا العسكرية وعقيدتنا إحنا في ضمائرنا كمجتمع مصري لا نستطيع أن نترك فلسطين وده هيخليني هتكلم معاك شوية في مسألة مصر عملت إيه؟ في جولة سياسية شديدة الأهمية من يوم 7 أكتوبر وخليني هيوصفها لك كده بأنها جولة سياسية حقيقية يعني وأقدر أوصفها بقلب إنها أقوى جولة سياسة خاضتها مصر من 50 سنة هتيجي تقولي يعني دي كانت أقوى من المفاوضات بتاعت اتفاق السلام أقولك واحدة واحدة إحنا دخلنا الاتفاق ومفاوضات السلام أولا دولة أمام دولة على خط التماس دخلنا حروب في وش بعض يعني إحنا دخلنا ضدهم في 48 وفي 56 وفي 67 وفي حرب الاستنزاف وفي 73 فكان عندنا خمس جوالات عسكرية مع الكيين الصهيوني وكللت بالنصر المؤذر دولة دولة خضنا أمامهم خمس حروب فوزنا في الحرب الأخيرة في 73 وأنا من أنصار إن إحنا وكنا نفوز دائما ويعامل كده زي الفوز بالنقاط في حرب الاستنزاف من 67 وصولا لنصر 6 أكتوبر بس كمان هي دول بوضوح محددة لنا حدود سياسية واضحة أقدر وأنا دخل أتكلم وكمان أنا زي ما أقول كده وأنا دخل مفاوضات كعب عالي أنا المنتصر فكانت جولة المفاوضات بتاعتنا مهمة طبعا صعبة طبعا بس الجولة بتاعتنا من 7 أكتوبر وحتى الآن كانت أصعب وأشد وطأ أولا أنت داخل كوسيط ما بين بلدين بلد منه ما هي الكيين الصهيوني للأسف الشديد وبلد آخر هو موجود مزروع في فؤادك شعبه جزء كبير جدا منه هو جزء من التركيبة المصرية بحكم الظروف مش بس بحكم الجوار فيه الجوار وفيه الظروف النزوح اللي حصل في نكبة 48 فأنت وإنت بتتفاوض أنت بتتفاوض باعتباره أنه البلد المجاور البلد المظلوم الشعب المكلوم وفي نفس الوقت هو جزء من تركيبتك الاجتماعية وفي نفس الوقت أنت الحارس الأمين على الأمن القومي للشعب الفلسطيني وأنا آسد أستخدم هذا المصطلح الحارس الأمين للأمن القومي للشعب الفلسطيني بل وكل مقدرات الشعب الفلسطيني المسألة مش بس أمن القومي بس هذا الشعب كمان يعني وعليه أن تخط جولة حامية الوطيس صعبة إلى أبعد الحدود أنت بتتكلم مع الصهاينة وبتحارب سياسيا العالم حارب بمعنى إيه؟ حارب بمعنى العداء لا أنت تحارب وجهات نظر وتريد تغييرها وتريد تحييد اللي فيه شيء من الصلاحية منها وتريد أن تؤكد على أقوى النقاط المتعلقة بحق هذا الشعب في الحياة وده أولا في الحياة وده أولا وفي تقرير مصيره وده يجي أولا وإن كان بعدها بس الأول خلي الناس تعيش ثم تقرر مصيرها لأن هذا حق أصيل لهم فانت مريت من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة بكم معارك سياسية مهولة جوالات تفاوضية لا يستطيع أحد أن يتصور حجم معاناة المفاوضين المصريين فيها لتقريب وجهات النظر بمنتهى النزاهة بنزاهة مطلقة لو في حاجة أكتر من المية في المية هقولك فيه المفاوض المصري وفي نفس الوقت وانت بتتفاوض انت قاعد على محك اننا لازم أدخل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني واللي في نفس الوقت الكيان الصهيوني قاعد بيحارب دخول هذه المساعدات المساعدات بكل ما أتي من قوة يعني هو بيحارب دخول المساعدات وبيروق في صور مكذوبة أمام العالم صورة ذهنية عامة أمام العالم بيعتبر أنه هو المظلوم وهو المدار وهو المسكين وهو القتيل وهو الذبيح إلى آخره كذب وخلي بالك ويمكن زي ما كان بيتكلم الرئيس لما بيبدأ الخصم يستخدم الكذب ويروج الأكاذيب اعرف أن وضعه أصبح سيء يعني إيه يعني أنت زنقته حصرته ما بقاش عارف يفلفص فما بقاش فيه قدامه غير أنه يقعد يكذب وزي قصة السيئان آنياها كده أو زي قصة نحن نوصق مع مصر على معبر رفح كذب ما حصلش وكان الحقيقة التصريحات شديدة الوضوح لم ننسق ولن ننسق مع الإسرائيليين على معبر رفح لأنه معبر رفح ده معبر مصري فلسطيني طبقا لاتفاقات دولية برعاية الاتحاد الأوروبي زي ما كنت دايما بقول لك ده اتفاق نوفمبر 2005 اللي احنا بنسميه اتفاق المعابر فالدخول والخروج فلسطين أن يجي الإسرائيليين يسيطروا على هذا المعبر طب لأ فبدأنا نشتغل على معبر كرمة مسالم ونجحنا في ده علشان ندخل المساعدات للشعب الفلسطيني لأنه مصر مصرة على أنه الشعب ده لازم يعيش وأيا كان التمن وخلي بالك مصر اللي هتبخل بأسمان مش بكلمك على الفلوس مصر ما بخلتش بدماء وبأرواح ولادها من 48 خالص وهي الأغلى بالتأكيد أغلى من أي حاجة بس كده لا مصر وقفت قدام العالم تشرح أحقية الشعب الفلسطيني في حقه بالحياة أحقية الشعب الفلسطيني في أنه يدخل المساعدات الأنسانية أحقية الشعب الفلسطيني لأجل أن تتوقف هذه الحرب أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وحددت حدود أنه إحنا هنشتغل على ما قبل 4 يونيو 1967 وحددت أنه هذه المفاوضات جزء منها ولا يتجزأ بل هي مركزية أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية مصر خاضت هذه المعركة السياسية بمنتهى القوة بمنتهى الثبات على كافة المبادئ المصرية وبمنتهى الجرأة مهما كانت الأتمان واشنطن هتزعل وإحنا مكملين لندن هتزعل إحنا مكملين برلين هتزعل إحنا مكملين مهما كان اللي هيحصل ده مصر يا جماعة خلي بالك ده أنت عندك مشاكل اقتصادية ماين مع الناس دي لا خلي بالك أنت محاط بالتوترات من كل جانب ويتغمزلك لا أنا قادر على التعامل مع كافة الملفات أنا عندي داخل قوي متماسك عندي مصالحة سياسية شديدة الوضوح ما بين المعارضة وما بين المولاء أو المؤيدين عندي جيش قادر على حماية البلد زي ما كنا بنشوف في فيلم أسف مسلسل في رمضان مصر عندها جيش يطوي البلد كده من أولها الأخيرها شرقا غربا شمالا جنوبا للاختيار دي كانت كلمة الرئيس حتى لو تفتكروا طبعا هنا كان بيقوم بيها ياسر جلال وهو يجسد شخصية رئيس في الاختيار وقال له ده الجيش المصري يطوي البلد في ساعات من شمالها الجنوبها شرقها وغربها لما كان خلو الصووي بيقدم الدور بتاع خيرة الشاطر يا رب ربنا أعلم بقى ابنية يا رب بعدها إيه حلو؟ طيب